قلنا مرة مقالة ونصيحة نعيدها ونذكر بها أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان بلغه أن المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن وأن بين أيديهم من المصاحف ما يختلفون فيه فيقرأ هذا بحرف من القرآن غير حرف أخيه من القرآن ما يقال وما نؤمن إنه القرآن فأمر أمير المؤمنين عثمان بحضرة أصحاب نبي الله فجمع المصاحف تلك وجمعهم على مصحف إمام فيه من القراءات التي يعلم أصحاب نبي الله أن نبي الله قرأها عن جبريل عن الله ثم ما زاد وخالف من تلك المصاحف أحرقها عثمان هذا يعني أن الكتاب المصحف الذي يقرأ فيه قرآن يظن أن من أنزل أن الآية من الله ويحلف عليها بعض الصحابة أنني سمعتها من نبي الله عليه صلوات الله فجمعوهم وجمع الصحابة والمسلمين على قراءات معلومة مجموعة عند الصحابة فما كان خلاف ذلك أحرقوه هذا يعني أقول هذا قربانا بين يدي الله قلته من قبل أن مثل هذه الكتب التي كان يقرأ منها هذا الرجل التي فيها تكفير المسلمين وتبديل ملة إبراهيم تبديل ملة إبراهيم وذبح المسلمين وتغيير الشريعة والإفساد فيها هذه الكتب وجب أن تحرق كما أحرق عثمان المصاحف التي فيها قراءات لم يتفق عليها أصحاب نبي الله فكيف يكون بين أيدينا كتب لا يتفق عليها المسلمون ولم تكن إلا عند بعض ضلالهم ذبح بها المسلمون وكفر بها المسلمون وسبيت نساؤهم وبناتهم وانتهكت أعراضهم وسرقت أموالهم بهذه الكتب فاللهم إنا مستنصروك على مثل هذه الكتب ألا يبقى في الأرض منها كتاب أن تعين أنصارك وأوليائك بالحق على إذهابها اللهم استنصرناك على هؤلاء وعلى ما كتبوا بعد نبيك من الدين وعلى ما كفروا به المسلمين وعلى ما بدلوا به الدين فهذه نصيحة أنصح بها بين يدي الله للمسلمين جميعا فلو أخذوا بها نجوا وما دامت هذه الكتب فيهم وهؤلاء الضلال فيهم فلا يسألوهم من أين قتلوا ومن أين ذبحوا ومن أين يكفرون ويرموا بالشرك